الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح التاسع عشر من يوليو لدينا تطورات كثيرة في أماكن كثيرة لذلك رجاء شاهدوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ولو سمحتم شاركوا الفيديو على أوصى نطاق قيصل هذا المحتوى لأكبر قدر ممكن من الأشخاص ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل جرس التنبيهات سنبدأ مباشرة من شمال قطاع بخموت باتجاه سيفيرسك حيث قامت القوات الروسية التقدم في عدد من الاتجاهات منطقة تقدمت وثبتت نقاط سيطرة لها ومنطقة أخرى تخوض اشتباكات فيها في اتجاه روسدوليفكا تقدمت القوات الروسية على الطريق إلى سيفيرسك واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون فهذا يأتي بعد التقدم للكوات الروسية في الفترة الماضية حيث سيطرت على هذه النقطة وقامت بمشبه عملية تطويق للكوات الروسية من الكوات الأوكرانية من هذه النواحي وبالتالي الكوات الروسية استطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري الكوات الأوكرانية بعد هذا التقدم الروسي باتت تحشد الكثير من المجموعات على هذا الطريق المؤدي إلى سيفيرسك كي لا يسقط بيض الكوات الروسية وكي لا تقترب أكثر الكوات الروسية من هذه المنطقة الهامة جدا إضافة إلى كل ذلك استطاعت الكوات الروسية التقدم باتجاه إيفانو داريفكا تقدمت على طول هذه المنطقة وباتت هذه المنطقة الرمادية بمعنى آخر خسرت القوات الأوكرانية هذه المساحة وبقيت منطقة رمادية حيث تخوض القوات الروسية اشتباكات عنيفة للسيطرة عليها طبعا عضوه كرر اللواء العاشر قطاع الجبالي الذي يعاد من أقوى الألوية الأوكرانية هو المولج بحماية هذا القطاع إضافة إلى كتائب وألوية أخرى موجودة تسانده في هذه الجبهة ومع هذا التقدم الروسي تلاحظون أن القوات الروسية تقترب أكثر فأكثر من اتجاه سيفيرسك وبالتالي هل ستنجح القوات الروسية في حملياتها العسكرية هذه طبعا هذه أسئلة سيجيب عنها الوقت أما فيما يتعلق باتجاه كريمينة فقد استطاعت القوات الروسية التقدم باتجاه بلدة نيفيسكي يمكن تقول تقدمت القوات الروسية وسيطرت على هذه المنطقة بلون الزهري كما تلاحظون هذا التقدم بعمق أقصى 2.3 كم وعلى امتداد 3 كم ونصف القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة لذلك العملية العسكرية هنا تأتي وتتزامن مع عملية عسكرية للقوات الروسية في اتجاه مكيفكا كما تلاحظون وأيضا عملية ضغط متواصل القوات الروسية في بقية الاتجاهات لذلك هناك ضغط متواصل وضغط كبير أيضا في اتجاه المنطقة هنا في محيط بيرستوفي تقدمت القوات الروسية في هذه المنطقة بين بيرستوفي ونوفي سيليفيسكي لذلك كما تلاحظون أيضا ضغط روسي كبير متواصل لا ينتهي في هذه المناطق أما في اتجاه محوى المحيط قطاع أفدييفكا تمكنت القوات الروسية العاملة في هذا الاتجاه من الدخول باتجاه بروريس دخلت القرية طبعا تقدمت بعمق 750 مترا على امتداد نحو كيلومتر واحد وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري طبعا القوات الروسية تأخذ اشتباكات عنيفة مع القوات الأوكرانية في هذين الشارعين وأيضا تقتحم داخل الغابات هنا تحاول السيطرة على كامل هذه القرية أعود أذكركم أن بروريس تعد إحدى كرة الخط الدفاع الثالث تلاحظون هذا هو الخط الدفاع الثالث بلون الأزرق وبالتالي تعد السيطرة عليها هم جدا لأنه يساعد القوات الروسية على الالتفاف على المجرى المائي وخوض معركة من اتجاهين بمعنى آخر إن استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه القرية ستكون قادرة على الالتفاف على الكوات الأوكرانية والضغط عليها من خلاله اتجاهين وليس فقط اتجاه واحد على هذا النحو فهل ستنجح القوات الروسية بذلك؟ هل ستسمح لها الكوات الأوكرانية بذلك؟ هنا يأتي السؤال الهام أما في متعلق باتجاه نوفوس ليفكا تستمر الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي دون أي تغييرات في خريطة السيطرة أما في متعلق باتجاه كارليفكا فكان هناك معارك عنيفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أفضت في نهاية الأمر إلى سيطرة القوات الروسية وتقدم القوات الروسية بعمق 590 مترا وبعرض 475 مترا سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة التي تشاهدونها باللون الزهري وتحاول قدر الإمكان التقدم نحو هذه المنطقة على الشكل التالي تحاول تقدم عبر حزام الغاباتي هذا لفرض توقن على القوات الأوكرانية الموجودة هنا وفي نفس الوقت تحاول الضغط بشكل يمكن قول عن يطاقن عريض باتجاه مواقع القوات الأوكرانية على هذا النحو أيضا عمليات ليست بالسألة المعارك مستمرة واشتباكات على أشدها في هذا الاتجاه أيضا وصولا للجهة الجنوبية كان هناك تقدم للكوات الروسية في شمال براسكوفيفكا استطاعت القوات الروسية العاملة في هذه المنطقة من التقدم في هذه المساحة تقدم بعمق كيلومتر تقريبا وبعرض أكثر من كيلومتر ونصف استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة لذلك أيضا تحاول القوات الروسية الاقتراب من هذا الطريق الذي يعد يمكن قول انتدادا لطريق الإنداد من كوستانتينيفكا وصولا إلى أكليداد تحاول الاقتراب منه بشتى الطرق من أدة أماكن من أدة نقاط وبالتالي العملية العسكرية واسعة جدا كما تلاحظون أيضا كان هناك تقدم للكوات الروسية في الأجزاء الجنوبية أيضا من المنطقة هنا تقدمت الكوات الروسية وسيطرت على أحد المعاقل الأوكرانية الموجودة هنا طبعا هذا تقدم هام للكوات الروسية وبالتالي كما تلاحظون على طول المنطقة هنا يوجد عمليات تقدم للكوات الروسية كما شرحت لكم بالأمس أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه الضربات الأوكرانية فكانت ضربات صاروخية أوكرانية باتجاه لوانسك أيضا ضربات طارية دون ضيار باتجاه ملاطق بلغوراد وكيرسك والبحر الأسود عانت الكوات الروسية عن إسقاطية عددا منها أما الأمر الهام في اتجاه خاركيف فكان التقدم الكوات الأوكرانية وطبعا بهذا التقدم ستلاحظون أمرا طبعا تقدمت الكوات الأوكرانية بعمق 812 مترا عفوا بعمق 460 مترا بعرض 812 مترا وطبعا بهذا التقدم تكون الكوات الأوكرانية قد دفعت الكوات الروسية مجددا إلى النصف الشمالي وأبعدتها على النصف الجنوبي وبالتالي هناك أمر هام أيضا حين تقدمت الكوات الأوكرانية ووصلت وتخطت هذا الجسر في هذه المنطقة قامت الكوات الروسية باستهداف النقطة الإمداد هنا وبالتالي أصبح إمداد الكوات الأوكرانية مهددا إلا في حال كانوا يستخدمون نقطة الإمداد هذه عبر كامل هذه المنطقة الرمادية لإرسال إمداد للكوات الأوكرانية الموجودة هنا لذلك الكوات الأوكرانية التي دخلت النصف الشمالي من هذا الاتجاه باتت مهددة اما بالاستسلام اما بالتعرض او بالقضاء عليها في حال لم تتمكن القوات الاوكرانية من السيطرة على هذه المنطقة وارسال امدادات عسكرية لها لذلك مواجهات كبيرة مواجهات عنيفة في هذه المنطقة وننتظر كيف ستكون النتائج كذلك تستمر الاشتباكات في هذه الاجزاء من المدينة ايضا اشتباكات باتجاه تيكي وايضا اشتباكات باتجاه ستاريستيا في هذه المنطقة وازويتسكي حيث استطاعت القوات الاوكرانية السيطرة على مزيد من المساحات في الايام الماضية اما في اتجاه البوكي المواجهات مستمرة بين القوات الروسية والقوات الاوكرانية معارك كبيرة في هذا الاتجاه ولكن لا تغيير في خريطة السيطرة حتى صباح اليوم نتيجة المعارك تبقى الامور كما هي عليه اذا احبائي كما تلاحظون تزداد الاشتباكات حدة وعوما قاله رئيس الوزراء المجاري بعد عمليات المحاولات القيام بمفاوضات قال ان الحرب ستزداد شدة ولكن الغريب انه تكثر كثيرا يمكن قول تصريحات عن زيليسكي تقولها الصحف انه ستكون قبل نهاية العام هناك مفاوضات فهل سيكون هناك مفاوضات نعم ام لا ولكن قبل ان يكون هناك مفاوضات وفي حال كان هناك مفاوضات ستكون الامور للميدان دوما من لديه الميدان لديه ورقة القوة في المفاوضات احباي اذا كان كل شيء حتى صباح اليوم اي جديد سعب فيكم به لاحقا كما قلت لكم في بداية الفيديو رجاعا لو سمحتم لا تنسوا مشاركة الفيديو لا تنسوا دعم القناة والى اللقاء بفيديو اخر